درزع لك أنا ساعد حب نحكي على الاحتفال بعيد الشغل على مستوى رسمي يعني يظهر لي آخر احتفال كانت فيه رئيسة الجمهورية وكرم فيه رئيسة الجمهورية العمال كان في قصر المؤتمرات صلحوني كان غالط سنة 2019 مع المرحوم باجي قيد السبسي واليوم وزير الشؤون الاجتماعية سيمالك إزاي هو بشي قوم بالعمل الهدية معتها من المفروض يعني من منظومة حكم ولا منظومة جديدة بعد 25 جولية تقول اللي هي صوت الشعب والشعب يريد معتها في علاقة مباشرة بالطبقة العملية والطبقة الكادحة كنت نحبث أنه يصير تكريم للعمال على أعلى مستوى من رئيسة الجمهورية كيف كيف ثم عديد من المشاكل معز في علاقة اللي حكي عليه طارق من يشبش نعوده ومش نحكي حاجة أنا البارح كنت في بلدية من بلدية تونس عندي وراق نحضر فيهم كان طابور من العاملات نساء اللي يخدموا في معمل وحدث إشكال الأمضاء متاع عقود عمل مش صحة عقود عمل متاحهم جديدة معز عقد العمل القدش فيها أسبوع تخيل يعني خاطر الغينا المناولة وقلنا لا ونحينا المشاكل معتا الناس معتا قاعدة تلتوي باش تلقى روحها داخل المنظومة القانونية اللي من المفروض عقد عمل لازم فيه ثلاثة شهور على الأقل جايبين دي كونترا فيهم أسبوع عمل حتى السيد معتا قتاع خاص قتاع خاص الضابط حال مدني قالوا ما نجمش نصح لكم أرجعوا للمشغلة متاعكم قولوا له هذا يرهو غير قانوني ما نجمش نصح معاكم عقود شغل على مدى أسبوع يعني هذا في تونس 2024 حادثة حذرت عليها أنا أنا البارح وبراء وتفاهموا معاه باش على الأقل تكون مدة الشغل على مدى ثلاثة شهور باش نوريك مثال من الهشاشة اللي يخدموا فيها الناس اللي يقول لك كابريتو معانتها واحدة من سال القتل خلنخدم جمعة نسلك جمعة ومن بعد يعمل ربي معانتها شوف معانتها الوين وصلنا في تونس اليوم كيف كيف يعني المناولة كنا حين المناولة شنو الحلول البديلة اللي ترحناها للناس هذية باش تخدم في عمل في عمل إلى أخيره معانتها شنو الحل للناس هذومة ثاني حاجة اللي ما سائل كل مرة نعودون نترحوها وما فيهاش حل الأجر الأدنى في علاقة بالقدرة الشرائية اللي أحكى عليها تارق كيف كيف الأجر الأدنى الفلاحي بالنسبة خاصة للنساء الفلاحيات والعاملين في قطاع الفلاحة يعني مشاكل كثيرة وكبرى ومتعددة للأسف ما نحنش قاعدين نشوفوا فيها في حلول في الظرف اقتصادي اجتماعي ومالية عمومية عمومية صعبة كلمة الاتحاد العام تنسي لشغل يظهر لي فقدت كالحماسة متاحة ويظهر لي حتى عدد الحاضرين اليوم في التجمع العمالي هذية مش بالأعداد الكبيرة اللي شفناها في العشرة سنوات الأخيرة وفي الثناشة سنوات الأخيرة اليوم يظهر لي الاتحاد حتى على مستوى اجتماعي والمفاوضات الاجتماعية ما عادش عنده اليوم القدرة على التفاوض مع السلطة أغلقت جميع أبوابها المنشور هذاك الامتاع التفاوض لمنشور عدد 20 ما زال سيري المفعور يعني حتى المطالب الاجتماعية خرجنا عن مربع السياسة وعلى المطالب السياسية حتى المربع الاجتماعي اليوم الاتحاد قاعد يقول فيها في اجتماعات في تظاهرات لكن ما نحناش قاعدين نشوفه في مسار تفاوضي يؤدي إلى نتائج بالنسبة للعمال وبالنسبة للموظفين في تونس